انتهاء العمل ببناء هذه المدرسة الابتدائية لم يكن بجهدا حكومي أو تبرعا من براماني أو حتى مرشحا للانتخابات وإنما جاء بفضل مشروع الألف دينار الخيري الذي تبناه عددا من المواطنين لعادة ترميم وبناء المدارس المهدمة هذا المشروع يتلخص بجمع ألف دينار من كل مواطن والحمد لله والشكر الآن صار تقريبا سنة وثلاثة شهر تكلل هذا المشروع بالنجاح الباهر وتفاعل المدينة هو أحد أسباب هذا النجاح اتفلشت هذه المدرسة انتقلنا إلى مدرسة ثلاثية وانتو تعرفون المدرسة الثلاثية هي ليس الوقت لصالح التلميذ ولا للمعلم ولا إكمال المنهج المدرسة تكون مكتبة الرحلات والأوامر الأخرى كلها يعني ما يسيطر عليها لكن لجهود هذا المشروع راح نعيد البسمة وراح يعيدنا الوقت الكامل وهذه المدرسة مساحتها كبيرة وشوفون هذا الصرح الجيد البناء الجيد الحلو اللطيف المرتب التبرع بما بلغ ألف دينار عراقي فقط لا يكون بالقوة أو الجبر وإنما بتطوع من قبل المواطنين أحيى هذا المشروع العديد من المدارس وبدأ الطلاب يمارسون دراستهم بعيدا عن قلق انهيار السقوف وافتتحت هذه المدرسة وكانت نموذجا لنجاح العمل الطوعية تبرع الناس الخيرين من أبناء نحن القاسم في إنشاء هذا المجمع من الصفوف لإكمال المدرسة وإن شاء الله سوف يتم إكمال كافة مسلزمات الإخرار الرحلات والمسلزمات الخالد الدراسية طبعا هذا المشروع الألف دينار احنا مشجعينه ونشكر كل أهالي القاسم اللي يوقفوا وقفة شريفة مع الحاجة رسمة زعيتي أكيد هو مشروع مهم وبناء عقل مو طابوقات فقط ويوقفن ويبنى موهيش الفكرة الناس خليه خليه تعرفها يعني غياب الدعم الحكومي وهروب المقاولين بأموال المدارس أجبر المواطنين لإعادة البناء على حسابهم الخاص وكما واضح في هذه الصور لا زال العمل جاري بمدارس أخرى ومهدم سابقا نتيجة سوء التدبير والمتابعة من قبل الجهات المختصة في المحافظة من مدينة القاسم جنوب باب الأحمد عماد قناة بلادي